أنا اسمي محمد شويكي وعمري 21 سنة ساكن مخيم شعفاط أنا ساكن بحي زي ما شفت بالمخيم ووضع كتير صعب فيش مواد صحية فيش الشوارع كلها مكسرة وأزمات وجرسيم حتى الماء واسخة والزبالة دائماً بكل مكان وصعب الوضع عنا كتير في كتير مراكز صحية بس فيش خدمات تانية غير المراكز الصحية فيش فيش بلدية تيجي تنظف الشوارع وهيك احنا من ننظفها لحالنا اليو ان مرات بيجي بنطفو بس مراتو مش كل المناطق يعني الشوارع الفرعية بنطفوهاش بس الشارع الرئيسي بنطفو اليو ان ومش منيه ومخيم شعفاط زي ما شفت إنه منطقة صغيرة كتير كل العمارات قريبين ع بعضهم حتى زي ما لاحظت إنه بين الشباك بتقدر تشوف شباكة الجارك يعني وبتقدر تسمع صوته وهو بيحكي وهيك كتير مناطق ديئين ع بعض أنا بشتغل بقتيل من سداد دافيد قلعة داود في القدس زي مش عفاط تحت حكومة إسرائيل كل يوم أنا لازم أسلم شغلة على الساعة ستة ونص بطلع من الدار على الساعة أربعة ونص خمسة إلا عشان ألحق عشان في عندنا نقطة تفتيش صعبة كتير وبفتشونة وهيك وهوية وهي تحتاج مش أكتر من عشر دقائق بالسيارة من غير جدار ومن غير أزمة إحنا بالجيران عنا كنا إيد وحدة ومتعاونين كلنا مع بعض أنا دا نقي منطقة تانية بناقيش منطقة غير مغيم شعفاط لإني أنا يعني هون ترعرعت مع إني أنا نولدت بالطوري بس هون ترعرعت يعني هون كبرت هون نضجت كل صحابي هون كل هذا هون بقدرش يعني إني أترك مغيم شعفاط هذا هو اللعبة شكرا